تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنموعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى أكيد جميعكم سمع بخبر جواو فيليكس مقابل جريزمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الخبر اللي فكرناه لأول وهلة إشاعة لكن في مصادر صحفية طلعت وقالت الخبر كان حقيقي وسيميوني كان موافق على رحيل جواو لكن إدارة أتلتكو مادريد رفضت لأنها بتعتقد أنه الموضوع غير مجدي اقتصاديا بالأمس صحيفة إيبولا البرتغالية عملت تقرير بقدر أقول من كلماته كان فيه قلق كبير على مستقبل جواو فيليكس البرتغالي اللي دفع مقابل أتلتكو مادريد 126 مليون يورو وكانوا يعتبروا أيام بنفكة هو كريستيانو رونالدو الجديد الصحيفة بتشوف أنه بعد تعاقل أتلتكو مادريد مع جريزمان ووجود اللاعب اللي بنال ثقة سيميوني كوريا وجلب البرازيلي ماتيوس كونها هذا معناه أنه فيليكس ربما أصبح الخيار الهجوم الرابع لسيميوني لأنه لازم ما ننسى وجود لويس سواريز وهذا بيعني أنه دقائق لعبه هذا الموسم حتقون أقل بكثير من دقائق الموسم الماضي طبعا العلاقة متوترة بين سيميوني وفليكس من الموسم الماضي زي ما منعرف كثير بيعتبروها نتيجة أنه سيميوني بيطلب من فيليكس عمل دفاعي أكبر وتحرك أكثر من دون الكرة وهذا ما بيناسب شخصية اللاعب ولا اسلوبه الآن المشكلة راح تصير أكبر حسب صحيفة إيبولا الحل الوحيد المنطقي ربما تغيير مركز فيليكس هذا الشي بيشبه المشكلة مع سؤول اللي انتهت برحيله والفكرة هذه أي فكرة تغيير المركز مش مقنع على جواه اللي بيحب يكون حول منطقة الجزاء كمهاجم أو لاعب خلف المهاجمين وهذا بكثير خلى ناس تتوقع أن المشكلة على الأغلب راح تكبر لنهاية هذه السنة وأنه أتلتكم مدريض ربما يتأكد أنه مش قادر يستفيد من جواه وفيليكس وبنفس الوقت قادر يكمل الموسم بدونه وهذا الشي بيخلينا نتوقع نشوف البرتقالي يتم عرضه في السوق الشتوية ويتم انتقاله لأحد الأندية بمبلغ مقبول مع ترشيحات أنه يكون مانشستر سيتي أحد الأندية المهتمة لأنه النادي بيبحث عن مهاجم من جهة ولأنه بالأساس كان مهتم بجواه من زمان من جهة ثانية الأكيد أنه أتلتكم مدريض مش حيلجا مين حيدفعله 126 مليون يورو مقابل لاعب احتياطي مش عم بنال ثقة مدربه لكنه على الأغلب حيقدر يبيعه بشيء يعوض شيء من خسائره اللي دفحها مقابله بس بالنسبة لكم هل بتعتقدوا أنه سيميوني عم يظلم فيليكس فعلا وأنه اللاعب عنده جودة كبيرة غير مستفاد منها؟